عقدت لجنة الطوارئ الرئيسة بحضر موت اجتماعا لهاب المقلة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح العمقي الوقوف على الجاهزية لمواجهة المنخفضة الجوية المقبل واستمع الاجتماع إلى شرح من مدير مركز الإنذار المبكر بديوان المحافظة حول الحالة الجوية خلال 72 ساعة القدمة التي تمتد حتى مطلع الأسبوع القدم وتجهد عدم الاستقرار الجوي وأمطار الرعدية بسبب أخدوض المنخفضة الجوي وعلى وجه الخصوص في مديريات الوادي والأرياف مع الأخذ بالاحتياطات من تدفق السيول على مديرية السحل وتم تشكيل لجنة مصغرة لإدارة الخطوات الاستباقية برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية تضم في عضويتها الإدارات الخدمية والعسكرية والأمنية ذات العلاقة وأقدت لجنة طوارئ حضر موت على ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات كافة مع توفق الإجراءات على المستوين المدني والعسكري والأمني حفاظا على سلامة المجتمع والأرواح والمقتسبات العامة والخاصة